السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم 26 أكتوبر 2017 اليوم 26 أكتوبر 5 2017 ونحن الآن نزور ونترحم على روح الزعيم علي عيزة بيكوفيتش في سرايفو رئيس جمهورية البوسنية الأول ونحن الآن نتجربة المفاجرين علي عيزة بيكوفيتش الفتيات الأولياء في سرايفو من المؤمنين رجالون صدقوا ما عهدوا الله عليه ومنهم من قدى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديره أحيالين المؤمنين هم من مؤمنين من مؤمنين من مؤمنين ومؤمنين جميعاً في الله بعضهم ه comprarوckون rabbit والاكتürون بالبقاء paying trouve one of them is alia is a big of which alia is a bigger which who died 2003 alia is a big of which was a president of peace created peace established peace even accepted unjust peace to stop atrocity and killing and raping of his own people all right so the biggest بيكبوتش رحمة الله عليه هو من هؤلاء الناس الذين سعوا سعيا حثيثا لبناء السلام تحقيق السلام إرساء قواعد السلام حتى وإن كان السلام الذي حقق في البصنة سلام غير عادل ومع ذلك هو أراد هذا لكي يحقن دماء أبنائه ويوقف معركة الحرب أو مكنة الحرب التي كانت تحسد الأرواح وتسيل الدماء وفي نفس الوقت تغتسب النساء علي عزة بيكبوتش هو من أجل تحقيق قضية السلام في العالم وكان الزعيم الوحيد ده شهدتي الشخصية في الأمة الإسلامية والعربية الذي عاش ومات من أجل تحقيق قضية السلام في العالم وليس فقط السلام من أجل شعب البصنة هو اقتبق معايير السلام هذه الرؤية التي حققها علي عزة بيكبوتش رحمة الله عليها كانت نفسها رؤية الرسول على سلام لإرساء دعاء من السلام ونشر الدين الإسلامي التقيت بعلي عزة بيكبوتش رحمة الله عليه في 1903 في عزة بيكبوتش رحمة الله عليه الصلاة لقد أتحدث عنه في عزة بيكبوتش في فضل سرايفية بالده حدث بيكبوتش وستمرت الى عزة بيكبوتش وكان يخبرني أنه نعم هم مثل المسلمين الذين يببونون تعيشه كتبستنين للماعير في قرآشب في المطقة في عزة بيكبتش وفي ثلاثة عاما يستطيع أن تحضر هذه المساعدة وفي ثلاثة عاما يستطيع أن تحضر هذه المساعدة في 1995 ولن تنقضي ثلاثة عوام إلا وسنفك حصار سريفو وفك حصار سريفو في عام 1993 نحن اليوم في أحد الحضائق التي تحولت إلى مقابر عامة فهنا كثير من الشهداء من سن سنة واثنين وخمسة وعشرة وستين وسبعين وتمانين وتسعين إلى آخرة اليوم نحن أحد من هذه المساعدة في سريفو المتلية ترتفحة لقد عاشوا وماتوا من أجل تحقيق السلام العادل لقد عاشوا وماتوا من أجل تحقيق السلام عادل لأن جيلا سيطر الوخمع إلى بوزنيا، Jacksonville حصلت للئدورةнее الطعام RTL هنا نظر إلى المكان الذي يعيش فيه الرئيس والمكان الذي يعيش فيه كل فرد من أفراد الشعب نظر إلى ال same place and the space which will accommodate the body of the president and accommodating the body of any ordinary citizen in the country القبر هو حياة الخلود قدم العمل لبناء السلام فهو يذهب معه وعمله في قبره فيتحول العمل من عمل في الدنيا إلى سعة القبور وسعة الجنان التي سيدخلها هو والشعب البسني من الشهداء إن شاء الله ولا نزكع الله أحدا نذهب إلى مبدونا ونرى هناك ونرى العمل في مبدونا ونرى أن هذا العمل حمل ستوى أميرنا ونرى الناس في حمامنا من المبدونا في مبدونا ونتحدث عنه أنه عملنا في الدنيا هو الذي سيوسع هذا القبر ويجعله روضة من رياض الجنة أو والعياذ بالله حفرة من حفر النار والعياذ بالله لا فرق اليوم أبداً لا يوجد مختلفة اليوم بين الناس الذين هنا ومن الرئيس الذين هنا لا فرق أبداً 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 في الآخرة بين الرئيس وغفير وملك وحقير وقارية وعبد وأمير كل الأمراء هذا ما ألهم كل الملوك هذا ما ألهم كل الأغنياء هذا ما ألهم كل الزعماء هذا ما ألهم فالتعذوا التعذوا 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 نحن نظر إلى نفسنا كل شيء يوجد هنا والناس هنا أبداً أبداً أعرف أنه لا يوجد مختلفة بين الرئيس والرئيس 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 الرئيس لا يأخذ أي شيء معه الملك لن يأخذ معه أحد لن يأخذ معه جنود ولن يأخذ معه أموال ولن يأخذ معه حريم ولن يأخذ معه زاقاه أو سلطان أو أول إخر بل سيأخذ معه فقط عمله الرئيس لا يأخذ معه أعبة، عمل، قدر كل شخص يأخذ معه ويأخذ معه ويأخذ معه أفضلوا أبداً لهم ويأخذ معه أفضلوا الأرداء أبداً لهم هذا هو جزء من حضائق مدينة الصريفو التي تتحول إلى مقابر كننظر في كل هذه الأماكن هذا هو أحد الأشياء الأشياء في سرايفو أحد الأشياء في سرايفو أصدقائي في سرايفو أصدقائي في سرايفو كما يمكن أن ترى هنا على الأسفل هنا لا يوجد أي فارق بين قبر علي عزباكويتش الزعيم الراحل وقبر أي طفل أو امرأة أو شيخ أو مريد مات في نفس المكان رحمة الله عليك يا علي رحمة الله عليك يا علي this is no difference between the president who's here the president of the grave who's here and the grave of every one of those citizens of the country may Allah accept your soul may Allah accept your soul you are an icon for peace for humanity كنت لنا نجما من نجوم السماء المشرقة التي أشاعت أو أشاعت وأشاعت السماء السلام في العالم بالرغم من أن السلام في البوزنة السلام غراد you were one of those stars who shine for peace for humanity in spite of the fact that the peace in بوزنة was not just peace may Allah accept your soul may Allah accept your soul and comfort your soul and make you in heaven إن شاء الله يعني اللهم مرضى عنهم اللهم مرضى عنهم اللهم مرضى عنهم واجعلهم في جنات النعيم معنا الشهداء والنبيين والصدقين والصالحين وحسن أولئك رفيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سراييفو من سراييفو the city of agony the city of peace the city of hope the city of the future من سراييفو بلدة المعاناة مدينة المعاناة مدينة السلام ومدينة الأمل ومدينة البناء ومدينة الثقافة المتنوعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة